تفاعلوا مع قناتكم النهار أول قناة إخبارية في الجزائر تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب ودائما في ذاتي القطاع حيث تجمعت 29 أستاذة مستخلفة في الطور الابتدائي أمام مقر مديرية التربية لولاية قلمة تطالبنا الوزارة الوصية بالإفراج عن قائمة النجحين خاصة أنهن نجحن في مسابقة توظيف على أساس شهد المنظمة في 29 شهر جوليا من السنة الماضية المحتجات أكدنا على أنهن نجحن في المناصب المالية المقدر عددها بـ 280 منصب وتم منحهن عمل لمدة ثلاث سنوات وهذا خلال شهر سبتمبر من السنة الماضية وقمنا بتربوسات تكوينية دون تمكنهن من مقرارات التربوس ليتفاجأنا بقرار مديرية التربية القاضي بإعادة دخولهن مسابقة جديدة هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبحة لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم ترجمة نانسي قنقر